السلام عليكم ومرحبا بكم فهذا نوفي الفيديو نتمنى تكونوا كاملين بألف صحة وعافية إن شاء الله هادي فيديو أخرى ديال الكمالة ديال تنظيم وديال رانجمان ديال الخيزانات الملابس فهذا إلا عقلتم معايا هاد المنظيمات فهذا السيل كدجا تقسمتم معاكم فلا فيديو ديال لشال وليفولاخ كنعلق فيهم الشالات فجأتني اليدين نستعملهم مثل البانطالون وماشي شوية ماشي صحاح بزاف بحالة منك تدير هاد ربعة السراول كيبال لك شوية تقل من الأحسرو حدي دير فيه سريوات الليخفاف حال ديال تيسسوز عما ديال الصيف ولا هذا ليجي ماشي شو سراول اللي تتقالوا سخان باش ما يتهرسوا وشولا يخسروا ليه فأنا نظمت السراول حسب الألوان إما ألوان مختلفة ولا هكذا البيض والكحل ولا الألوان الغامقة بوحدها ما أخذوش ليه بزاف في هاد ليسانتخ وجوه مزيانين بقوا معايات نكمل تنظيم دير هاد السراول وبهذا الطريقة يجيو تبايدين كتحولي الأغمواغ كيبال لك الوينات السراول الليكيني ماشي بحلم كيكونوا في هاد ليسانتخ قواماج فما كيبانوش لو كتبقيتها فتقلبي وهاكي فاجوني مع القين في لغمواغ فكل واحد هاد سراول يعني راهزين بساف وغنتقاس معكم هنا واحد طوية ولطية اللي جديدة بتاكرتها شي شوية جاتني على بالي وهي بها الطريقة ندير معكم بشوية وعلا كندخلوا لك الجيهة اللي من في الاسرا فكيبقى تجين هكذا شهد راسو واقف كيبقى بالنسبة للشكل دي التنظيم اللي أنا بغن ندير له فهد هاد الشكل دي التطوية غادي لقليه مزيان يساه لا غابيد ما كتديريش حال من سراول يعني ما كتتاخدش الوقت نهائيا وصراول على حسب باش يجيوك نفس العلو بحلال على حسب بشيهة الطول دياله ومكانتش يسروال شوية قصير بزيفة فما كتنش ليه رجلي هاني تلل فوق كتخلي مش شوية هبطين باش يجيو نفس طولة ويجيو زوينين من يتقاددو في لغمواخ كمتلجين كاملين بهالطريقة كمتلجين كاملين بهالطريقة كمتلجين وبقى معي تشوفوا المنظم اللي اختارت ليهم هكذا نكملت لجين كاملين فانا كنا نقسم الحزاب اما اللون واش كلاغ ولا يعني غامق بزاف ولا على الحزاب واش جين سامبل ولا ديشي غاولة وغنوريكم دابه هاد المنظمات اللي كنظن عنا كل شيء عارفهم ديالتي غواغ المجورة ولكن انا هستعملهم بشي حاجة اخرى فهدو فيهم 10 سنتيم لحيدنا تريف الوسط غتبقى عدنا سبعة حيدنا الفوقاني غتبقى عدنا خمسة هنا على حسب العلو ديال المجر والتيروار ديالك انا غنخليهم هكذا كاملين 10 سنتيم حيث ما غنديرهمش في المجورة هنتو ما غتشوفوني اشنو غندير بيهم ركبتهم على هاد طريقة فهو مفليكسيب طولي زعم ما على حسب يعني فين بغتي تحطيهم كالطولي ولا تقصريت قسميهم كيف ما بغتي انا درت يعني الطول ديالهم الماكسيموم في حالها كده خليتهم مقدين كاملين هاد المنظم اخر ديال الكوزينة و ديال طباصل كيف ما لكتوك تعرفوه بيانسور فهد منظمات تركية الاصل ما غالياش غتشوفوني توافش غنستعملوه هادو حطيتهم هنا في لغمواغ ديالي في اي طاج يعني ديال لغمواغ و قاديت فيهم لجين بها الطريقة هم السيوتو كيسلاحوش حاجة واقفة بحال هكذا حي تجين من طويتو ديك الطوية بقاشا دراسو واقف فهكدا جاوني حسن من كيف ما كانو قبل يعني ارمقادين واحد فوق واحد كتجي تجب دي كل شي كيتخربق و ما كيبانوش لك اش من ديين باغا هالطريقة جاتني بحالة بلو بخاتيك مزيانة عمالية ومزيانة فهنا كتقادل لجينك تكوني عارفة اشنو دايرا واشلون البارد الامتروزين ولا عدي الشيء والمهم اللي هكدا في الالوان مختلفة كل واحد كي يقدم على حسب لبزوان ديالو باش يمشي ليهم نيشان وهذا المنظمته هو لديل طبيصلات كيقدر يصلح ولكن ديرهم هكدا الوغيزونطال يعني الانجي ماشي واقفين حيث هو قصير باش يبقى واش يدير رسم هو كيهز بزاف وكي يعني كيجيو مجموعين قابط رسم هاد الشي اللي بغيت تستعملهم في شي كومود عندك ولهذا فغي يجيو بخاتيك تهوما بهاد المنظم كنتمنى تاهد الفكرة تكون عجباتكم حاولت ان هاد الفيديو تكون خفيفة كانتمنى هاد ليزيدة كونو عجبوكم وكانتمنى انكم تديروا يلي بتي بوص ديال جيم ولي كومنتيق الزوينين اللي كيش يجعوني كانتمنى ايضا انكم تضربوا شي طليلة على الانستغرام ديالي اللي هو هادا وديروا ليه ابوني مرحبه و الف مرحبه نخليكم على الف خير و الى الف فيديو المقبل ان شاء الله أبس لما